السلام عليكم ورحمة الله وبركاته في هذه الفيديو سنرى كيف نتعمل مع البرامتر وسنرى أن فيه نوعين إما أو لشرح هذا الكنسيبت عندي هذا الكود على اليسار وهذا الكود على اليمين كله متشابه الفرق الوحيد هو هذه العلامة لأضفتها أمام A بينما هنا غير موجودة الفرق الوحيد لو نفذت الكود الأول ماذا سيكون في الأوتبوت؟ إذا عرفت دالة Add to A بين قوسين عندي اثنين برامتر A و B هذه الدالة لا ترجع أي قيمة لذلك وضعت Void محتوى هذه الدالة هي إضافة قيمة B لل A إذن A يسوي A plus B المفروض أن هذه الدالة تقوم بإضافة قيمة B تضيفها لل A عند الاستدعاء في المين فنكشن عرفت متغير A يسوي أربعة متغير B يسوي ثمانية واستدعيت الدالة Add to A إذن قيمة A هنا أربعة هنا ثمانية A يسوي A plus B يعني حيكون يسوي كم أثناش عندما نخرج من الدالة Add to A ماذا سيكون الأوتبوت؟ هل سيكون ثناش؟ لا الأوتبوت هيكون أربعة إذن أوتبوت هنا أربعة لماذا؟ لأن في الباسينج باي فاليو الكمبيوتر سيتعامل مع هذه المتغيرات كقيم هذا الـ A وهذا الـ A مختلفين وضع فقط قيمة الـ A وضعها في هذا المتغير وتعامل معه كأنه متغير مختلف بالنسبة للـ Passing By Reference هنا النتيجة ستكون أثناش في الأوتبوت لماذا؟ لأني قلت للكمبيوتر أن يتعامل مع المتغير A By Reference وكأنه نفس المتغير إذن عندما أكتب A يوسي A بلاس B الكمبيوتر سيخزن قيمة هذا المجموع داخل المكان الذي موجود فيه المتغير A إذن باختصار عندنا الـ Passing By Value أو الـ Passing By Reference عندما نريد أن نغير المتغيرات الموجودة in parameters أي بارامتر لو نريد أن نغيره نضع هذه العلامة لو ما أردنا أن نغير قيمة الـ parameters ما نضع هذه العلامة